بيبدأ مسلسلنا مع ياسمين اللي بنعرف انها شغالة في ختمة العملة في شركة اتصالات وبيكون معاها بنتها رينجين وبيبقى وقتها في مال بيشتروا هدوم ليها وفي الوقت اللي بتكون ياسمين بتدفع الحساب بتفتكر رينجين ان ما متها ثابتها ومشيت وده لانها شافت واحدة لبسة زيها فبتفضل تنده عليها وتمشي وراها لحد ما بتخرج برا المال وفي حمام المال بنشوف فيدعن اللي بتكون مع بنتها زينب بس بيبان عليها انها هربانة من حد وبنرجع تاني لياسمين اللي بتفضل تدور على بنتها لحد ما بتخرج برا المال والحسن حظها ان فيدعن بتشوف رينجين وهي في وسط العربيات وبتقدر تنقذها وقتها بتسأل فيدعن ياسمين لو كانت محتاجة مربية بس ياسمين بترفض وبتاخد بنتها وبتمشي وفي اسم الشرطة بيبقى المحقق توبراك في اجتماع بخصوص مادية زهبية من القرن الستاشر اتبدلت في المطار وما حدش عارف اللي عمل كده وقتها بتجيله مكلمة من والدته علشان يكلم خليل ابن عمه ويعزمه على عشاء ومن ناحية تانية بينشوف خليل وبنعرف انه راجل عصابات وبيقوم بالمهام الصعبة وقتها بتجيله مكلمة انه يلاقي فيدان وبنتها وكمان بتتبعت له صورتها وبنعرف ان جزها روتكاي هو اللي اجره علشان يلاقيهم ولما بترجع ياسمين على البيت بيقابلها صاحب الشقة وبيطلب منها الايجار وإلا هيطردها بعدها بتتكلم معجرتها ايتان وبتقول لها انها تشتغل في فترة صباحية وكمان هتودي رنجين حضانة وده الان ايتان كانت بترعيها وبالليل بتروح ياسمين على شغلها بس مديرها بيلاحظ انها بتتعصب على العملة وبيطلب منها تتكلم بالروحة معاهم وانها تشكره انه مستحملها بسبب الفلوس الكتيرة اللي بتستلفها مع طلوع النهار بترجع ياسمين بعربية الشغل بس بتلاقي فيدان ماشية في الشارع وشايلة بنتها وما بتقدرش تتحرك فبتنزل ياسمين وبتساعدها وبتاخدها في بيتها بعدها بتقعد ياسمين تتكلم مع فيدان وبتعرف منها ان بقالها عشر ايام في اسطنبول بعد ما جوزها مات وانه طول الوقت ده كانت قاعدة في الشارع وبتشكر فيدان ياسمين انها اخدتها في بيتها وبتقول لها انها محتاجة لشغل وانها ممكن تشتغل مربية للاطفال فبتقول لها ياسمين انها هتنزل بوست على الانترنت وهتلاقي لها حل ولما بتدخل فيدان تنام بترجع بذاكرتها وبتفتكر الوقت اللي راحت فيه على اصل روتكاي مع زهراء بعد ما اهلها توفوا واشتغلت عندهم وكما تعرفت بوالدتها ناريمان واللي ما بتكونش طيقوها ولا حب وجودها والتاني يوم بنشوف فيدان وهي بتسرح شعر ناريمان اللي بتتعصب عليها وبتزعق لها ساعتها بيدخل روتكاي على صوتها وبيقول لها ان ملهاش زم بس والدته بتقوله ان مهتم بالبنت علشان يستفزها ويغزها بعدها بتروح فيدان لمكتب روتكاي وبتقدم له الشاي بس بيطلب منها تقعد معاه وبيهديها بكتب علشان تقراها وتاني يوم بتدخل زهراء قضة فيدان وبتقدم لها هدية من روتكاي وبيبقى فستان لونه ابيض وبتلبسه وتخرج وبيشوفه روتكاي عليها وبينبهر بجملها بس ساعتها ناريمان ما بيعجبهاش اللي بيحصل وبتطرد فيدان من القصر وقتها بيرجعها روتكاي وبيكسر اوامر والدته وبيقول لها انه هيتجاوزها لدرجة انه بيحبس والدته في قضتها وبيتجاوز فيدان غصبا عنها ساعتها بتفتكر فيدان ان الدنيا دحكت لها بس بتاخد اول قلم من روتكاي لمجرد انها لبسة العقد اللي يخص والدته بعدها بيروح لقضة والدته وبيقعد تحت رجليها وبيستمر تعذيبه الفيدان وفي يوم بيدخل روتكاي عليها قضتها وبيوعدها ان دي اخر مرة يضربها فيها لكن تاني يوم بتروح فيدان لناريمان اللي بتواجهها بحقيقتها انها مجرد خدامة وان روتكاي تجاوزها بس عندهم فيها حتى انه طول السنين اللي فاتت ما اعلنش جوازهم وفي الحاضر بتقوم ياسمين من نمها وبتلاقي ان فيدان عملت للبنات فطار بس ياسمين بتتفاجئ ان الكهربا فصلت عليهم بسبب انها متأخرة عن دفع الكهربا فبتلبس هدومها وبتبلغ فيدان تخلي بالها من البنات بعد شوية بتوصل ياسمين على بيت والدها اللي ما شافتهش من 6 سنين وبتبقى مترددة تطلع له اللي اول ما بيشوفها والدها بيقفل الباب في وشها بس بتقدر تدخل وتتكلم معي وبتطلب ان يساعدها لان المصاريف تقلت عليها لكنه بيرفض وبتاخد بعضها وبتمشي وبتقف قدام محل دهب وبتقرر تبيع دبلتها وبترجع للمحاقق توبراك اللي بيبقى في حملة وبيقبض على مجموعة من اللي بيهربوا الدهب بس ما بيطلعش منهم بمعلومة ساعتها بنشوف روتكاي هوقف مكان في الصحراء وبيتقابل مع تاجر وبياخد منه المدليا اللي بيدوروا عليها بعد كده بترجع ياسمين على البيت وبتفضل تعاية على دبلتها وبتلبس هدومها في الضلمة وبتروح على شغلها ولما بتوصل على هناك بتشوف زميلتها وهي بتبعد بيانات عميلة لصاحبها وبنعرف ان خليل هو اللي موكله علشان يعرف مكان فيدان بس في الوقت ده بتيجي لياسمين مكالمة من جارها سنان وبيبلغها ان والدها دخل المستشفى ساعتها بتجري ياسمين على هناك وبتعرف من الدكتور انه جات له سكتة دماغية وانه تصاب بشلل في جنب الشمال ومش هيقدر يتحرك تاني وبتعرف من سنان ان والدها كماديون لدرجة انه باع المحل والبيت وبيدفع ايجار وبتتصدم ياسمين من كلامه وبتحس انها ظلمت والدها بعدها بتتصل ياسمين على فيدان علشان تطمن على بنتها اللي بتزعل منها بسبب انها وبتخرجهاش وبتفضل تعيط بس بعدها بتنتهي زرنجين الفرصة وبتمشي من البيت وساعتها بتنزل فيدان وراها بس السوق حظها بيبقى خليل مرائبها وبيختفى هي والبنات وفي اللحظة دي بتكون ياسمين رجعت عالبيت وبتشوفهم وبتفضل ماشية وراهم بالعربية وقلقنت جدا على بنتها واول ما بيقف خليل بيسأل فيدان عن بنتها وبتجدب وبتشاور له على رنجين وبينزل وبيقرق زينة ببرة لكن فجأة بيتضرب على دماغه وبيوعه على الارض بتبقى ياسمين وقفة مصدومة من اللي عملته وبتحاول فيدان تهديها وبتركبها العربية وبتاخد جسد خليل تدفنها بس غلطتها الوحيدة لما بتاخد تليفونه معاها وبعدها بيرجعوا هما الاتنين على البيت وبتدخل ياسمين وبتبقى منهارة وساعتها بتشك فيدان انه اكيد جزها عايش وهو اللي بيرائبها وعاوز يلاقيها بس كل اللي بيبقى شاغل فيدان انها تنظف العربية وتاخدوا الهدوم تحرقها وفعلا بينزلوا هما الاتنين وبينظفوا العربية وبيحرقوا الهدوم وتاني يوم بتاخدهم ياسمين على بيت والدها لان عنوانها خلاص تعرف وهناك بيتفاجئ ان فيدان اخد التليفون خليل معاها وبتاخدوا منها وبتشيل الشريحة قبل ما يوصلوا لهم لكن وقتها بتيجي لياسمين مكلمة من ايتان وبتقول لها ان في حد جي وسأل على فيدان وان الاحسن ترجعها مكان ما خدتها وساعتها بتسألها ياسمين عن ساب هربها من جوزها وبتتصدم لما فيدان بتوريها اثاري الضرب على ظهرها وبتاخد ياسمين بنتها وبتوديها الايتان وبتروح على شغلها لكن المفاجأة لما بتلاقي روتكايم استنيها وبتعرف ان زوج فيدان حتى انه بيحذرها منها وبيقول لها انها بتاخد مهدئات ومريضة نفسيا وده بسأل انها قتلت والدته فبتتصدم ياسمين من كلامه وساعتها بيطلب منها ترجع له بنته زينب وكمان فيدان فبترفض ياسمين وبتقوله انها هتسألها الاول اذا كنت حابة ترجع معاه وبتسيبه وتمشي وقتها بتحاول ياسمين تتصل على فيدان بسها بتردش وساعتها بنشوف فيدان وهي بتدور على مفتاح علشان تقدر تخرج من البيت وبعده معاناة بتلاقيه وبتاخد زينب وبتمشي وبنرجع بالزمن خمس سنين وبنشوف فيدان وهي حامل وساعتها بتقناعها ظهراء انها تنفد بجلدها قبل ما تولد وبنتها تتأذي زيها وده بترتيب من روتكاي فبتفرح فيدان جدا بس اول ما بتقف على باب القصر بتفتكر ان ما عندهاش مكان تروح له فبتعايت وبترجع للقصر من تاني وبساعتها بنشوف روتكاي اللي يحس انه بتفضل محتجاله طول عمرها ولما زينب بتكبر بنشوف فيدان وهي قاعدة مع ناريمان وبتفضل تزل فيها بكلامها لحد ما صبر فيدان بينفد وبتهجم عليها وبتحاول تخنقها لكن بتدخل زهراء في الوقت المناسب وبتنقذها منها وبالليل بينشوف زينب وهي نايمة في حضن فيدان وقتها بيدخل روتكاي والشرار طالع من عينيه وبتخرج فيدان بزينب من الاوضة بعدها بيفضل روتكاي يضرب فيها بسبب انها تهجمت على والدته وما بتقدرش زينب تستحمل ضربه لمامتها وبتضربه وساعتها بيرميها روتكاي على الارض فبتجري فيدان عليها وبتشوف دم على بنتها وبتفضل تضرب في روتكاي وتحذروا انه يقرب منها او من بنتها وتاني يوم بيبقوا كلهم الجمعين على طرابيسة الصفرة وبيفطروا وبتتفاجئ فيدان بزينب وهي دخل عليها وبتقعد معاهم وبيقول لها روتكاي انها هتقعد معاهم تفطر كل يوم ساعتها بتحس فيدان انه حط بنته في دماغه وبتقرر انها تهرب من الاصر وبتحط منوم للحارس وبتاخد المفتاح وبتهرب مع بنتها وفي الحاضر بتوصل ياسمين على شغلها وقتها بتخرج الشريحة اللي معاها وبتعرف انها بتخص خليل بس ساعتها بينده عليها مديرها وبياخدها على مكتبه وهناك بيحاول يتحرج بيها بس بتوقفه عند حده وبتسيب الشركة وبتمشي ولما بترجع ياسمين على البيت ما بتلاقيش فيدان وبتعرف انها ثابت البيت ومشيت وتاني يوم بتاخد رنجين من عند ايتان وكمان بتودعها وبديها مفتاح شقتها عشان ترجعه للمالك وبنروح لتوبرك اللي بيبقى بيدور على خليل وقتها بيقدر انه يدخل بيته بس نبيلاقيش قصر ليه فبيروح على الاسم وبيطلب من زميل لي يدور على اخر مكان راح في خليل اما فيدان فبتفضل ماشية في الشوارع مع زينب لحد ما بتتعب وبتاخدها في حضنها وبيعودوا على الارض ساعتها بيساعدوها الناس وبتاخد الفلوس وبتشتري اكل الزينب وبعد لف ودوران بترسع على مكانه وبتعود في جنينا وهي حضنة بنتها وبعد كده بتاخد ياسمين بنتها وبتروح على مستشفى لولدها عشان تكتبله على خروق وساعتها بيشوف رنجين لأول مرة وبيقول لياسمين انها شبهها جدا وبتتكلم رنجين وبتعرف جدها ان هم قاعدوا في شقةه وبتعصب عليهم جدا بس بيرضب الامر الواقع بعدها بشوية بتنقل ياسمين والدها مع اسنان في العربية وبيروحوا على البيت وهناك بتتدايق رنجين لما بتعرف ان فيدان اخدت زينب ومشيت فبتاخدها وبتنايمها في حضنها وساعتها بتوريها لنجين اسم زينب اللي بيظهر انها رسمة فيدان وجوزها بيدربها ووقتها بتفكر ياسمين انها تدور على فيدان ويترجعها لحدها بتلاقيها قاعدة في جنينة مع بنتها وهناك بتحكي لها ان روتكاي جالها شغلها وبيطلب منها ان هم يرجعوله وكمان حكيت لها انه قال انها قتلت والدته بس ساعتها بتحكي لها فيدان على ظلمهم ليها وكمان اسويته عليها وعلى بنته فبتقرر ياسمين انها تاخدها وتعيش معيها واول لما بيرجعوا على البيت بتبقى ياسمين نسية مفاتيح العربية وبتنزل عشان تجيبها بس بتتفاجئ بيت براك اللي بيقدر انه يوصل لمكان الشريحة وبيسألها عن خليل وبيوريها صورته بس بتنكر انها شافته وبتسيبه وبتمشي اما توبراك بيعجب جدا بياسمين ولما بتطلع ياسمين بيتها بتتكلم مع فيدان وبتقول لها ان الشرطة خلاص عرفت بيتهم وممكن يقبضوا عليهم في اي لحظة ساعتها بتفتكر ياسمين الشريحة وان من خلالها قدروا يوصلوا لهم فبتطمنها فيدان وبتقول لها انها جنبها بس لسوق حظهم انه بيكون دولانت مساعد روتكاي عرف مكان بيتها وبيرقبها وتاني يوم بيدايق والدها من وجود فيدان فبتقول له ياسمين انها وظفتها عشان تعتني بيه بعدها جرس الباب بيرنه بتلاقي صاحب المحل اللي والدها مأجره وبيطالبها بالفلوس المتأخرة فبترد عليه وبتقول له انه لما ربنا يفرجها بتسدد له ديونه بعدها بدقي بتبقى ياسمين بتلعب مع بنتها وساعتها الباب بيخبط وبتتفاجئ ياسمين انه روتكاي حتى فيدان بتترعب اول ما بتشوفه وبتفضل واخد بنتها في حضنها وبيطلب روتكاي منها انها ترجع له فبتبص لها ياسمين وساعتها فيدان بترفض وبيفضل روتكاي يكسر في الإزاز والعفش وبعدها بيمشي وبيزعق والد ياسمين ليها عشان رفضت تديله فيدان لكن ياسمين بتتجاه الكلام وبتقوله انها ما تقدرش تسيبها وتمشي معاه وفي الاسم بنشوف تبرك اللي بيبلغوا زميله انه لها عربية خليل بعد ما تسرقت وساعتها بيروحوا على هناك وبيطلب تبرك وبيشوفها وبيعرف انها تسرقت من تحت جسر ساعتها بيوصل تبرك عند الجسر وبيلاحظ ان فيه اثار العربية تانية وبيطلب من زميله انه يشوف له كاميرات المرابة ولسوق الحظ ان عربية سنان بتظهر في الكاميرات ووقت ما كانت ياسمين سيقاها اما روتكايو فبيرجع للبيت وساعتها بيعتزل لنريمان والدته عن جوازه في فيدان وكمان بيقدم لها عقد لولي ساعتها نريمان بتسمحه وبتاخده في حضنها وبعد كده بتروح الشرطة لبيت سنان وبياخدولي الاسم وبيحققته براك معاه واول ما بيشوف سنان العربية بيعرف انها بتاعته وبيقول ان مش هو اللي كان سيقها وانها تسرقت منه وانه نشغل بجاره وما قدرش يقدم بلاغ ولما بيخرج سنان من الاسم بيتصل على ياسمين وبيطلب يقابلها وهناك بيحكي لها ان الشرطة قبطت عليه وبتدور على العربية وبياخد من ياسمين المفتاح بس بتجدب وبتقوله انها كانت رايحة تزور واحدة صاحبتها ولما بترجع ياسمين بتحكي الفدان على اللي حصل لكن بيطع كلامهم صوت تكسير في الشبابيك وبنعرف انه صاحب المطعم اللي بيطالب بفلوسه وبتنزله ياسمين وبتحاول تقنعه انه يصبر لكن لا حياته لمن تنادي لدرجة انه دخل محلهم وكان عاوز يسرقهم وساعتها بترفع ياسمين عليه السكينة وبتهدده بيها لكن لسوق الحظ بتوصل الشرطة وبتعبض عليهم هما الاتنين وفي الاسم بيشوف تبراك ياسمين وبيعجب بيها للمرة التانية لدرجة انه دخل التحية عشان يحضر معيها وبيعجب بيها جدا لما بيعرف انها رفعت على الراجل سكينة بس بيتطر يمشي بسبب مهم ما جاتله وساعتها بتتنازل ياسمين والراجل عن حقهم بدل ما يتحمل فيهم محضر ويتحبسه وتاني يوم بيروح دولانت الروتكاي وبيوريه فيديو وبيظهر فيه عربية خليل وكمان ياسمين بتظهر في الكاميرات وساعتها بيفرح روتكاي جدا لانه هيرجع فيدان وبنته اما ياسمين فبتطلب انها تخرج مع بنتها وبتطلب من فيدان تيجي معاها بس بترفض وبتاخد ياسمين بنتها وبتقد تلعب في الجنينة وفي اللحظة دي بيوصل روتكاي لمكانهم وهناك بيوري ياسمين الفيديو وبيساومها اما ترجع لهم بمراته وبنته او يقدم الفيديو دا للشرطة وتتحبس وبتفضل ياسمين في حيرة بس بعد لحظات بترجع ياسمين على البيت وفجأة بيظهر من وراها روتكاي وبتخفي دم منه وساعتها بتبص الياسمين فبتبص لها بنظرة تروح معاه فبتاخد فيدان بنتها وبتنزل معي وبتركب العربية وهي بتبص على ياسمين لكن ما باليد حيله وبأول ما بيوصلوا على الاصر بيتلاقي فيدان المكان كله كاميرات مرأبة بعدها بيطلب روتكاي من فيدان تسلم على والدته وبتقرب منها وبتبصها حتى زينب بتبص ايدها وبعدها بياخدهم وبيوري زينب قوضتها واللي بتبقى مليانة لعب كتير وبتعجبها جدا بعدها بيروح القوضة مع فيدان وبيديها فستانها وبيوعدها انه مايزعلهاش ابدا وتاني يوم الصبح بتسحى فيدان وبتلاقي زينب بتفضل مع والدها وجدتها وساعتها بيعزم فيدان على حفلة للتبرعات انه هيقدمها في الحفلة كزوجته الاول مرة وبنروح لياسمين اللي بتفضل تعيط على فرقها الفيدان وبتبقى خايفة عليها ليحصلها حاجة لدرجة انها بتحلم بكابوس وبتشوف فيدان وهي يهدمها غير انا دم وبتقول لها انها استابفل لحصل لها وفي الاسم بيقدر توبراك انه يبض على ساعي بريد اسمه اركان وبيحاول يطلع منه بمعلومة عن اللي مشغاله وبعد تفكير وحيل بيقدر توبراك انه ياخد منه اسم اللي شغال معاه بعد ما هدده بحبيبه وانه راح فتش شاقتها ولقاها بتوزع مخدرات وممكن تتحبس كمان فبيضطر يقول اركان الاسم في ساعتها بيدخل توبراك وبيفرح رئيسه انه اركان شغال عند روتكاي ولما بيعرف روتكاي انه هم قبضوا على اركان روتكاي بعته علشان تنفذ مهمة ليه بعدها بياخدها معاه في العربية وساعتها بيتصل رئيس المباحث وبيبلغ دولانت ان اركان اعترف بس واخد احتياطاته ومفيش دليل هيكون ضدهم وفي الوقت ده بنشوف روتكاي وهو جاي بلعب لزينب وكمان فستان لفيدان علشان تحضر بي الحفلة ووقتها بتدخل ياسمين عليهم وبتسلم على فيدان بس بتتجهلها فبياخدها روتكاي على مكتبه وبيوريها المداليا وانه محتاجها تهربها ولو بره اسطنبول ومستعد يديها المبلغ لتطلبه لكن ياسمين بتاخدها الجلالة وبترفض عرضه وبعدها بتروح في الخباسة لقضة زينب وهناك بتتأسف لفيدان وبتحكي له ان روتكاي هددها لكنها تقدر تهربها وبتقول لفيدان انها تعمل نفسها عيانة واول ما اطلبوا عربية اسعيف هتيجي وتاخدها وقتها بيدخل روتكاي عليهم وبتاخد ياسمين بعضها وبتمشي بعدها بشوية بتدخل فيدان المكتب على روتكاي وبتسأله عن سهب وجود ياسمين فبيقول لها انها بعيتها وكتعايزة امانها وقتها بدخل زهراء وبتقوله انه مصفف الشعر موجود وبتتفاجئ انه جايلها بس لما بيخرج روتكاي بلاي ان اللي بيعمل شعري فيدان راجل مش سيت فبيطردهم برا الاسر وبيأمر فيدان تغسل شعرها ووشها وممنوع ان فيه راجل غيره يلمسها اما توبراكفة بيفضل يدور على دليل يوصله الخليل ساعتها بيروح لبيت ياسمين وبيسأل بقل عنه واذا كان شافه ولا لا وقتها بيلاحظ ياسمين فبيجري وراها وبيسألها عنه بس بتقعب لسانها لما بتقوله انها شافته مرة وبتاخد بعضها وبتجري على شقتها وبتبقى خايفة ومرعوبة احسن يكون توبراك شك فيها وبعدها بيرجع توبراك على بيته وبتستقبله والدته وبتحضر له الاكل وبتقوله انها جايبه له عروسة ولازم يشوفها وبيوافق توبراك وبيطلب منها تحضر له بدلة والده لانه هيروح حفلة التبرعات اللي رايحها روتكاي فبتقوله والدته انها حطها له على السرير وبيدخله بيلبس البدلة وبتعجب به والدته جدا وخصوصا انه فكرها بالمرحوم وبنرجع لفيدان اللي بتبقى جهزت نفسها ولبست فستانها واول ما بيشوفها روتكاي بينبهر بجمالها وبيطلع ختمين من جيبه وبيطلب من نريمان تلبسهم في ايدهم وبعدها بياخد فيدان وبيروح على الحفلة اما نريمان فبتقول لزهراء ان الجنينة محتاجة حد يهتم بيها من بعد وفاة الجنيني فبتقول لها زهراء انه له ابنه اسمه مصطفى فبتطلب نريمان مقابلته وقتها بيوصل روتكاي مع فيدان الحفلة وكل الموجودين بيسأله عن فيدان ساعتها بيفجائهم روتكاي انها زوجته وبيبقى الكل منبهر بجمالها بعدها بدقائق بيوصل توبراك هو كمان على الحفلة بس بيروح يقف جنب فيدان وبيتعرف عليها وبتغلط غلطة عمرها لما بتقف معاه وبتسلم عليه لان روتكاي بيشوفها وقتها بيعرفه توبراك على نفسه وبيسأله عن أركان لكن روتكاي بينكر انه كان شغال معاه وبيخلص كلامه معاه وبيمشي مع فيدان من الحفلة اما ياسمين فبتتعب رينجين منها وبتعلي درجة حرارتها وبتحاول تتصل على سنانه وبتتفاجئ لما بتلاقي ان الخطاها توقف بسابة ديون اللي عليها وبتزعق لوالدها وبتطلب منه يكلمه ساعتها بتتنقل رينجين عن مستشفى وبيبلغهم الدكتور ان عندها الفلونزا واللي لازم تاكل اكل صحي وتاخد علاجها في معايده فبتاخد ياسمين رينجين وبتروح بيها وبتنايمها في قدتها وبتخرج تتكلم مع والدها وبتقول ان الدين زيت عليها وانها محتاجة تصرف على بنتها حتى هو محتاج لعلاج وبعد الحفلة بتوصل فيدان للقصر وبتقول روتكاي انها هتروح تنام مع زينة بس بيرفضوا بيقولها ان كل ليلة هتنام جنبه واول ما بيطلعوا لقضتهم بيفضل يسألها عن المحاقق وازاي سمحيت له يسلم عليها ويكلم معاها كمان بس بيهد من نفسه بيقولها بلاش يعمل حاجة ويندم عليها بعدين وساعتها بيقلع على الفستان وبتلبسه دوم نمها وبيحط لها مخدة وبتنام على الارض لكن ساعتها بتفتكر فيدان كلام ياسمين ليها وانها تنقذها وبتعمل انها عيانة وبتفضل مسكبطنها وبتسرخ لدرجة انه كل اللي في القصر بيصحى على صوتها بعدها بتوهمهم انه اغمى عليها ساعتها بيامورهم روتكاي تسلب عربية الاسعاف ووقتها بتلمح فيدان عربية جاي عليها وبتفتكر انها ياسمين وكانتها تعترف للدكاترة بضرب روتكاي ليها بس بتتصدم لما بتلاقيها دكتورة القصر وبتضطر تجدب وتقول لها انها وقعت وتاني يوم بيوصل مصطفى بن الجنيني ووقتها بتقابله ناريمان وبتطلب منه خدمة مقابل فلوس كتير جدا وهو انه يقلع لها شجرة موجودة في البيت من جدورها والكلام ده بتقصد بفدعان وبنروح لياسمين اللي بتلاقي وظيفة مناسبة لها في الجريدة وبتتصل عليهم بتروح عشان تعمل مقابلة بس بترفض تشتغل بسبب انها هتشتغل فترة تدريب وهي خارجة بيتصل بيها صاحب البيت وبيطلب منها الايجار ساعتها بتحس ياسمين ان الدنيا دقت في وشها بعد مرات بنتها وإفلسهم والديون اللي ما تسددتش فبتلاقيش حل غير انها تروح لروتكاي وتوافق على عرضه والسوق حظها ان تبركن بيرائب روتكاي ساعتها بيشوفها وهي دخل القصر وبيستغرب سأب وجودها وبيفضل مستنيها أما ياسمين فبتدخل مكتب روتكاي وبتقوله انها موافقة تهرب له الماداليا مقابل انها تاخد مئة ألف وتاخد نصهم الأول فبتعجبه روتكاي دماغها جدا وبيديها الماداليا وكمان بيحجز لها معاد تسافر فيه وفي وقت تخرجها بتقابل ياسمين زينب وبتسلم عليها وبعدها زينب بتروح لمامتها وبتديها ورقة من ياسمين بتقولها فيها ان الرنجينة عيانة وانها ما انستهاش وهتيجي عشان تنقذها ولما بتخرج ياسمين من القصر بيوقفها المحاقق تبرك وبيسألها عن سأب وجودها بس بيقطع كلامهم مكالمة من زميله اللي بيبلغوا فيها انهما لقوا جثة خليل وانها موجودة في المشرحة فبياخد تبركع ربيته وبيمشي وساعتها بيوصل تبركع المشرحة وبيشوف الجثة وبينهر على فقدانه لكن وقتها بتتجمع كل الخيوط قدامه وبيعرف ان ياسمين لها علاقة بقتله وبعدها بيروح لوالدته وبيبلغها بالخبر وبتزعل جدا على خليل اما ياسمين فبتروح تشتري الرنجين بوت جديد بدل لصغر عليها وكمان فاكهة وخضار علشان تتغزة وبتقول لولدها انها اشتغلت في شركة تجارية وبتطلب من سينان يخلي باله من والدها وبنتها لحد بترجع من السفر وبتدخل تحضر شنطتها وتاني يوم بتودع ياسمين بنتها وبتاخد تاكسي وبتروح على مطار اسطنبول والسوق حظها بيبقى تبرك بيرائبها وبيوصل وراها وبعده معاناة بيلاقي انه يقدر يلاقي ياسمين ويقبض عليها لكن لحسن الحظ المدينية بتكونش موجودة في الشنط وبنكتشف ان رنجين اخدتها من شنطتها ولبستها فبيعتذر لها تبرك وبيقول لها انه هيدفع لها تمن تسكرة تانية بس بترفض وبترجع على البيت وفي اللحظة دي بيشوف سينان المدينية وهي لبساها رنجين وبتلعب بيها فبياخدها منها وبيديها لجدها وساعتها بيشك فيها وانها ممكن تكون سلقتها وعالفطار بيمسك روتكاي الجريدة اللي بتبقى فيها صورة خليل بعد ملقيه جسيته اللي اول ما بتشوفها فيدان بتترعب وبتبقى خايفة فبيطلب منها روتكاي تطلع على قضيتها وبعدها بيسأل زينب وبيوريها الصورة لو كانت شافته فبتفتكر زينب وقت خطف خليل ليهم وكمان قتل ياسمين لكنها بترفض تتكلم اما نريمان فبتقابل مصطفى وبتديله خاتم مقابل انه يلازم فيدان ويخليها تخون روتكاي ولما بترجع ياسمين على البيت بتكتشف انه ملقيه المدالية ساعتها بيسألها والدها عنها وبيبقى خايف لتكون سرقاها بس بترد عليها انها واعت في ايدها بالغلط وهترجعها لاصحابها من تاني وبتاخد شنطتها وبتبقى في طريقها البيت روتكاي وفي الوقت ده بياخد روتكاي عربيته عشان يقابل عميل من بقى بكن بيبص على تليفونه من خلال كاميرات المرأبة وبيلاحظ ان المصطفى بيقرب من فيدان وبيروح وراها كل مكان فبيضطر يرجع وساعتها بيبعد مصطفى عنها وبيطرب فيدان بالقلم على وشها وبتدخل وقتها ياسمين بيترميله كل فلوسه وبتمنعه ان يقرب من فيدان مرة تانية بس بياخد منها المداليا وبيخرجها بارا الاصر وبتوقفها زينب وبتطلب من ياسمين تنقذها وبتديها اللعبة علشان ريجان وفي الاسم بيوصل تبراك وهناك بيبلغوا زميله ان الطويب الشارعي اسبت ان خليل تضرب على دماغه بعصايا فيها مسامير وان هما لقيوا بصماته بتبقى في المعمل عشان يعرفوا صاحبها بعدها بيفتكر تبراك معاملته مع ياسمين فبيقرر يروح يعتذر لها ولما بتوصل ياسمين بتلاقي تبراك قدامها وبيطلب منها يتكلمه مع بعض شوية بعدها بيعتذر لها عن معاملته ليها وكمان بيسألها عن علاقتها بروتكاي وانه شافها كتير عنده فبترد ياسمين بانه جوز صاحبتها بس بتتفاجئ لما بيقول لها تبراك انه مهرب و لازم يتقبض عليه وانه لما جي وراها في المطار كان بيدور على مدالية ذهبية بس ياسمين ما بتهتمش بكلامه وبتقوم عشان تمشي فبيوقفها وبيطلب منها ما تخافش منه وانه ممكن يساعدها وبنرجع لروتكاي وهو بيدخل قوضة ناريمان بعد ما عارف حقيقة انها اكجرت مستوى عشان تشككه في فيدان فبتقوله انها بتنقذه منها وانها ما تنسبوش خالص لكن روتكاي بيرجع لها خاتمها وبيطلب منها وتدخلش في حياته وانه زي ما حماها من والده هيادر انه يحمي زوجته منها وبيسيب لها القوضة وبيمشي وبعدها بيروح روتكاي على قوضة زينب وبياخد فيدان من هناك واول ما بتدخل القوضة بيتنام فيدان على الارض لكن روتكاي بيطلب منها اتنام جنبه وكمان تعتذر له فبتتكلم فيدان وهي خايفة انه ده مش هيحصل تاني بعدها بيوصل تبراك على البيت وبتستقبل والدته وبتقوله ان الجيران عزوها في خليل وبتأسف لها على انه ما كانش موجوده وده بسبب طبيعة شغله وبعدها بيدخل تبراك المطبخ وبيبص على بطاية خليل بس بيتفاجئ لما بيلاقي كروت لمحلاته مطعم كبيرة اما ياسمين فبتدخل قوضتها وبتتفرج على صور والدتها وبتتمنى لو كانت موجودة معاها وساعتها بتدخل رنجين عليها وبتروح ياسمين تجيب لها هدية زينب اللي بعتها لها وبعد شوية بينشوف ياسمين وبتبقى الان على فيدان وبتلبس ودومها وبتتسحب من غير ما حد يحس بيها وبتقرر تروح للقصر عشان تطمن عليها وساعتها بتقدر تدخل القصر بس بتلاقي كلب بيهوهو لحد ما كل اللي في القصر بيصحو وبينزل دولانت وبياخد ياسمين وبعدها بتشوف فيدان بتقرب منها وبتقول لها انها جنبها وبتمنعه انه يقرب منها وإلا هتبلغ عنها بس المفاجأ انه لو تكاي بيقول لها انه عارف انه هم اللي قتلوا خليل وكمان دفنوا وانها هتقداش تبلغ عنه او تتهمه وإلا هيحبسها وبعدها بيطلب من دولانت يرجع ياسمين على بيتها وبيقول لها انها بقت تحت ايده وهتنفذ اوامر ووقتها بترجع ياسمين على البيت وبيشوفها سنان اللي صحي وملقهاش وهي نزلة من العربية واول لما بتدخل ياسمين بتحضنه وبتعيط وبياخدها عن مطبخ بعد مغيرة هدوم وبيعمل لها قهوة وبيطلب منها تحكيله عن اللي مديقها وبيفكرها بزمان لما قررت تعتمد على نفسها ساعتها بترجع ياسمين بذاكرتها وقت ما كان يتحامل ومنعها والدها انها تقابل جزها وتروح بس هي بتسرقه وبتسرق محله وبتاخد بعضها وبتمشي وبعدها بتفوق وبتشكر سنان على القهوة وبتدخل تنام وتاني يوم بيتفق سنان مع والدها ان هم يراه ابو ياسمين بس بتظهر قدامهم عقبة مين اللي هتقعد معهم في غيابه فبتقول لهم رنجين ان جاريتهم ايتان كان بتهتم بيها وان ان مريتها على التلاجة حون مامتها اكيد كان باها ساعتها بيتسل سنان على ايتان وبيحكي لها على اللي بيحصل فبتوافق انها تيجي وفي اللحظة دي بتسحى ياسمين على رسالة من دولانت بيقول لها انها تروح لمينة بعد ساعة وبتقوم ياسمين وبتبلغ سنان انها تخرج لمدة ساعة وترجع تاني واول لما بتنزل ياسمين بتشوفها ايتان بس بتستخبى منها وبتروح على بيتهم ووقتها بينزل سنان وراها عشان يرقبها بس السوق حظه انه ياسمين بتشوفه وبتقدر انها تهرب منه وبتتصل على والدها وبتتفاجئ لما بتعرف ان ايتان موجودة وانهما كانوا بيرقبوها وبعدها بشوية بتوصل ياسمين على مينة وبتستلم علبة من واحد وبيقول لها تسلمها الروتكاي وبنرجع الروتكاي اللي بيفاجئ زينب بعيد ميلادها وبيقدم لها طورتة كبيرة وبيقول لي فيدان انه كمان هيعمل لها حفلة عيد ميلاد وهيعزم كل الاطفال علشان يحتفلوا معاها ساعتها بتضحك فيدان على كلامه اللي بتكون مستغربة بس بتحاول تصدقه وبعدها بشوية بيجهز الاصر بالبلالين والطرط وبيكون كل اللي موجود مستغرب اللي بيحصل اما زينب فبتنزل مع بيدان على الحفلة وبيدخل لهم روتكاي قدت الصفرة وبيقول لها انه كل الاطفال هتقعد معاهم اما اهلهم فهيعودوا معاهم وساعتها بيوصلوا المدعوين بولادهم حتى ياسمين بتوصلوا بتسلم على زينب وبتتفاجئ انه عيد ميلادها وبعدها بياخدها دولانت عند روتكاي ساعتها بتنزل ياسمين عن ديفيدان وبتقول لها انها تعربها من الاصر وفي اسم الشرطة بنشوف تبراك اللي بيقدر يجمع الخيوط ببعضها بعد ما قدر يوصل ان ياسمين لها علاقة بقتل خليل وانه روتكاي هو اللي امرها بكده وبيطلب من زميله انه يطلع له مذكر التفتيش بتاعت اصر روتكاي من غير ما رئيسه يعرف بعد لحظات بيوصل تبراك على الاصر وبيقمر رجالته بتفتيش وبتبلغ زهراء دولانت ان الشرطة موجودة ساعتها بيشوف تبراك ياسمين هناك بس اول ما بيخرج من الاصر بتجيله رسالة ان البصمات تخص ياسمين فبيدخل الاصر من تاني وساعتها بيشوف ياسمين وهي بتهرب في دان فبيحط في اتها الكلب شات وبيقبض عليها بتهمة قتل خليل متعمدة وبينتهي الجزء الاول من المسلسل الفيديو ده كتبته داليا محمود وسجلته امل عقيل ومنتجه كريم طاهر وما تنسوش تعملوا فلو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا ملخصات الافلام الدرامية بصوت محمد طاهر ده اللي هو انا يعني وفلوا لصفحة محمد طاهر عشان تتابعوا ملخصات الكوميدية وفلوا لصفحة هكونها مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الكارتون والانيمي سليم